السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا وحبا يبنا سقط سهوا هذا السؤال الوارد بكتابنا بصفحة 48 لكن حاب أبرر يعني شو صار معاي عساس أني ما أثبتت أثناء إعداد الدوسية قرأت يا كل عزم المحصل للسيمات النظام حول مركز كتلة يساوي الصفر وأنا أعلم أن هذه المعلومة صح مدام أنا بحكي عن مركز كتلة بحكي عن موقع التزام بطلع ليحكي مجموع العزوم عليه الصفر كيف يمكن استخدام هذه الطريقة لتحديد هنا صار الخلاف بينه وبين نفسي أنه لما قرأت تحديد الإحداثي فهمت أنه النقاش اللي هون أحدد يعني أحسب وأناقش مع الطلاب هو كان مفهود يقول لي إثبات لما ورد في داي المعلم إيجا إثبات كثير من الطلاب لما حكوا لي عنه وضحوا أنه فيه إشأة ناسيب الدوسية فشكراً لهم أنا فكرت مجرد نقاش فقط الناقش مع الطلاب مناقش إذا ما أنتوا شايفين شو اللي صار فعلاً اللي برجل الحصة نقشت معهم بطريقة ذهنية كيف إجت هاي يعني إثبتناها ذهنياً وعقلياً صح بطريقة منطقية ما كان قصد إثبات رياضي رغم أنه الإثبات كثير سهل فخلونا بالله نستمتع باللحظات نثبت فيه العلاقة هاي ولا أمنوا سؤالنا ضع دائرة أمان طلع إذا السؤال ضع دائرة مش راح يجول لي إثبت لي هاي العلاقة يعني لكن رائع الإثبات بخلينا الراجع موضوع العزم والتطبيق على الاتزا فلو أجيت أنا بكل بساطة شايف عندي جسمين لأنه قال لي تطلع في الشكل 16 يعني لازم مرفق مع الشكل هو ما أعطيني الشكل موضح فيه كتلتين وجهزت الرسمة عشان ما تأخذ وقت وبالتالي قاعد بحكي عن وجود قوتين وزن وأنا أعلم قوة الوزن اللي هي الأف جي هي عبارة عن جم سرسط الحرب الكتلة فعشان عندي فيه ثنتين فيه تا واحد زاد تا واثنين يساوي صفر وإلا يطلع وحدة موجبة وحدة سالبة وأنقل على الجهة الثانية وهذا واضح لو قلنا A و B طلعوا معي B اللي على اليمين من مركز الكتلة مكان دراستي للعزوم أنا قاعد أدرس هنا مجموع العزوم عند هاي النقطة وأعلم إنه صفر بس أنت متجه موقع راسب ديل ما بزبط سحبت رف رفت أعطى مع أخذ إشارة سالب نفس المبدأ من مركز دراستي إلى الموقع تاعة القوة وإنك قوة هيني هيني جاي سحبت رف رفت أعطى إيش عكس عقار بساعة أعطيته موجب فحقي آجي أحكي فرسان التسعين لنزاوي واضحة عمودي ونعلم إن الوزن دائما عمودي على سطح الأرض على محور سالب Y تساوي فرسان التسعين لكن مسميات A لأنه بدأت أنا العكس يساوي المع وهي A وهي B وهي B وإذا ما تقولكم جداً لإثبات جميل وبصير ما فيك القوة هاي جم كتلة A بدي بعد A طلعوا R A اللي هو هون اللي هو باللون الزهر الأمامي هي الفكرة أنه عبارة عن هذا موقع مركز الكتلة لازمني دائماً مرجع بالرسمي هاي أخذ بعد مركز الكتلة عن المرجع تاعي اللي هو X center of mass وناقص بعد ايه عن هذا المرجع يعني لو كان معي مصطرة حبيت بهاي المصطرة أشتغل بطريقة الألوان طريقة بسيطة لو جيت أنا بدي هذا اللون يعني بدي هذا من واحد لاثنين نعتبر تمام يعني البعد اثنين سانتي ولو لو أنت بكون أفضل هاي كيف بقدر أحصل عليها لو أخذت هذا البعد هاي أربعة سانتي لاحظوا وأخذت هذا البعد له سانتي بالنسبة لي يعني هاي سانتي أربعة سانتي ناقص سانتي كم أعطى عندي ثلاثة سانتي ولو أنا أخذت الآن من هون لا المكان هذا بالزبط وممكنه مش اثنين يعني حقوا عليه ومفهوض فعليا هاي بطلع ثلاثة واضح فواضح أنه ده أنا بدي البعد هاري عبارة عن هاي المسافة الكبيرة ناقص صي المسافة يعني بطلع لأكتب مكان هاي X center of mass ناقص بعد موقع في صاني تسين واحد وكذلك هاي كمان مرة لو اشتغلنا بالله على المسطرة بس المرة ده أكون دقيقة شوي ما في مشكلة لو مسحنا وبدأنا من جديد طلع هاي هاي جم وموقع بي هاي الصغير اللي هو باللون الأصفر الفاقع هاي اسمع هاي واحد سانتي اللي إحنا بنية واحد سانتي كيف ده أعبر عنها بالرموز طب كيف هاي كلها ناقص البعد عن center of mass عن الموقع يعني طلعوا لو اجيت اخدت هاي المسافة كاملة هاي خمسة هاي خمسة وهاي أربعة خمسة ناقص أربعة شو باعطي واحد ففعلا بقدر أقول عنها xb موقع b ناقص موقع مركز الكتلة بالنسبة للمرجع وبختصر جي ما جي لو وزعت m a b x center of mass ناقص m a b x a وزعتهم m b b x b موقع b ناقص m b b x center of mass حلونا بالله نجمع الحدود اللي فيها center of mass كونه هذا مثلا موجب وهذا الحد سالب خطر في بالي أنقل هذا سالب وقول عليهم سوالب بس ده أبدلهم أنقلهم يعني فشو بستفيد هاي تنزل زي ما هي كتلة a في x center of mass طلو هاي سالب دنقلها على الجهة الثانية اللي هاي هصرتهم كتلة b في مركز center of mass هاي تنزل زي ما هي y دنقلها على الجهة هاي بصير زائد كتلة a في موقع a تعالوا نطلع من هنا موقع x center of mass عامل مشترك وصف عندي m a زائد m b يساوي وهنا نفس الاشي فيش داعي لأنه ما في اشي مشترك بينهم وانتهى الموضوع game over لو قسمت على هاي هاي طلعنا الكل مكسات على الضحايا m capital واختصرت صفة موقع مركز الكتلة يساوي mix بmix على m capital دا احتبرها هاي a a هاي b b يعني حور كتبت a b ما هو جميع بينهم وهاي m capital اللي هي عبارة عن m a زائد m b وهو المطلوب او بكتوبها m a زائد m فعشان هيك يعني كل تأخيري فيها خير ان شاء الله ان هذا الاشي ما يكون يعني ضرفي طالب وزي ما بتقولكم سؤالنا ضع دائرة فما رح يجي يقولنا اثبتنا اياه بالعكس يعني يعطيني رسمي واختار فباختار هاي يعني واضحة بالنسبة للرسمي الامور بتكون وبالتالي كاثبات الاثبات بسيط جدا وشكرا لكل من قدر الله يعطيك الفعافي ابنام وخلص الكلام اشتركوا في القناة